ومن غزة ينضم إلينا هشام هنال المتحدث الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر سيد هشام أهلا بك على شاشرة الحدث بداية توصيفكم للوضع الآن في قطاع غزة المتعلق بين المشافي والمركز الصحية نعم سوف أبدأ بما أطلقته اللجنة الدولية للصليب الأحمر من نتاء عاجل بضرورة توفير الحماية الفورية والمطلقة للمرافق الصحية بما فيها من مصابين وفرق طبية وأيضا للمرافق الصحية كالمستشفيات وغيرها في ظل ما تشهده من تأثر بالعمليات العدائية والاجتفاع في وطيرة الهجمات التي طالت العديد من المستشفيات في وضع شمال قطاع غزة أذكر منها المستشفى النصر للأطفال المستشفى الرتيسي لعلاج أطفال مرضى السرطان المستشفى الاندونيسي في الشمال المستشفى العودة أيضا في الشمال ومجمع الشفاء الطبي وهو أكبر مستشفى إحالة يتم تحويل إليه العالجة يعني ألاف الحالات ممن تعرضوا بالإصابات في هذا الكابوس منذ السابع من أكتوبر إلى هذا اليوم النجدة الدولية للصليب الأحمر أطلقت هذا النداء لأنه ببساطة شديدة هناك حماية مطلقة وخاصة عن دول الإنسان للمستشفيات والمرافق الصحية والعملين فيها والمرضى لقد شاهدنا تعرض هؤلاء جميعا إلى إصابات نتيجة الارتفاع في وطيرة العنف والهجمات التي طالت بشكل مباشر بعض هذه المستشفيات لم يعد سمق دور المنظومة الصحية في قطاع غزة الاستمرار في تخدم الرعاية الصحية لقد وصلت هذه المنظومة إلى نقطة لا عودة في ظل النقص الشديد المستمر في الإمدادات الطبية والمستزمات الطبية إلى آخره والآن أصبحوا يواجهون خطر الموت الحقيقي بسبب التعرض لهذه الهجمات هل لديك معلومات سيد رجاء؟ وبعد كل هذه الاستهدافات هل لديك معلومات حول عدد المستشفيات التي ما زالت قادرة على العمل ولو بالحد الأدنى؟ يعني أخشى أنني لا أستطيع تحديد عدد لهذه المستشفيات ولكن ما أخشاه أكثر هو أنه لم يعد هناك أي مستشفى قادر على الاستبار في العمل خلال الساعات القليلة المقبلة في النصف الشمالي وقطع غزة بأكماله هذه المستشفيات لن تكون تأوي فقط الجرحة بل كان تأوي آلاف الأسر التي نزحت إليها حربا من الموت وطلبا لطلب نجاء أو ملاذا آمنا هذه المستشفيات نحن وزرنا بعضا منها خلال هذا الشهر الذي مضى وأيضا مؤخرا كنا في مجمع الشفاء الطبي ونظرنا عن كثب عن حال الأهالي هناك وحال المرضى هناك ومدى الإرهاق الذي أكل طاقات الفرق الطبية والعاملين في هذا المستشفى قبل عدة أيام كنا بصدر أيضا التوجه بطافلة إنسانية محملة بالمستزمات الطبية والأدوية لمستشفيات قطاع غزة في الشمال وأثناء محاولة وصولنا أيضا إلى مستشفى القدس الذي هو يصارع من أجل الوقع قيد التشغيل وهو يقع في جنوب مدينة غزة تعرضت للجنة الدولية للصليب والأحمر للإستخدام واضطرنا إلى الخروج من هذه المنطقة بسرعة والتوجه إلى مجمع الشفاء الطبي ولكن تمكننا من إيصال أربع شاحنات حققت من أصل خمس شاحنات واضطرنا إلى ترك شاحنات بما على مثل هذه المستشفى الطبية بعد أن تضررت بشكل كبير مناعها من التحرك وأصيب أيضا أحد الأسائق هذه الشاحنات وهذا يعني أفعل ذلك في فرق اللحنة الدولية للصليب الأحمر سأعود إلى هذه النقطة بقدرة الصليب الأحمر على العمل ولكن سيد هشام فقط أعذرني أشير إلى أننا نتابع صور مباشرة من قطاع غزة أصوات بالتأكيد القصف في هذه المنطقة وعلى ما يبدو كذلك أصوات لاشتباكات في قطاع غزة كنت ألاحظ منذ قليل على ما أعتقد قنابل مضيئة في القطاع على ما أعتقد كنت ألاحظ قنابل مضيئة تطلق في هذه المنطقة في قطاع غزة ولكن نحن ما زلنا في متابعة للوضع بالتأكيد ما زلنا في متابعة للمشهد الميداني أكثر من قطاع غزة بعد كل هذه الضربات ووصول القوات الإسرائيلية إلى المربع الضبلي أو المربع المشافي إذن قصف نزل مستمر سيد هشام أعود إليك مرة أخرى كنت أتحدث عن عملكم كصليب أحمر في القطاع إلى غاية الآن وأنت متواجد في غزة بالتأكيد هل تعمل فرقكم على مقربة من كل هذه المشافي حتى التي تعرضت لاستهدافات أين تنتشر فرقكم بداية نحن لن نقطع عن الاتصال أو المحاولة في إلقاء الاتصال مع السلطات الطبية في القطاع غزة وألضا شركات في العمل الإنساني جميع الأحمر الفلسطيني والجميع يعلم أن هناك تحديات قاسية جدا في إلقاء على الاتصال بشكل مباشر وبأي طرق وأي طريقة ممكنة في القطاع غزة الآن نحن نستطيع التحرك في نصف الجنوب من قطاع غزة ونحن بصدد غدا في إيصال المساعدات الإنسانية في العديد من الأحالي النازحين في نصف الجنوب من قطاع غزة وإيصال إليهم الحاجات الإنسانية الأساسية كالأغطية والفرشات ومستلزمات المنزلية إلى آخر لأنهم خرجوا بالملابس التي يرتدونها أو الغالبية البلطمة منهم خرجوا بلا مبتلكات بما يتعلق بالنسبة الشمالي من قطاع غزة نحن قد توجهنا أمس إلى داخل مدينة غزة وقمنا باستحاب عدد من سيارات الإسعاف وتوجهنا بهم إلى معبر رفاح الحدودي والمجرحة الآن تلقونا العلاج في المشافي المصرية هذه كانت ثالث مهمة استطعنا إنجازها بعد أن كانت المهمة الأولى في ذات اليوم الذي تعرضنا إليه إلى إطلاق النار حيث بعد أن أوصلنا الشاحنات إلى مجمع الشفاء الطبي قمنا باستحاب عدد من سيارات الإسعاف من ذات المستشفى وخرجنا بهم إلى معبر رفاح الحدودي ولكن في ضغط هذا الوضع الأمني في الشمال من الصعب جدا على توقفنا التحرك إذا ما تم توفير وضمان الأمن والحماية لها إذن يمكن القول أن حدود عمل صليب الأحمر هي الجنوب وربما كسيناريو ربما أكثر إيجابية أن تستطيع الوصول حتى للوسط ولكن ليس الشمال جميع المناطق التي تقع جنوب وادي غزة إلى حد ما نستطيع التحرك فيها ولكن هناك أيضا مخاطر تحدث بالجميع يعني نعم إنما أنا أتحدث قبل قليل زمان دوي انفجار على مقربة يعني مسافة قليلة من مئات الأمطار لا يوجد مكان آمن في الغطاء غزة هذه حقيقة ومن المعرض أن يحدث أي شيء في أي لحظة في أي مكان في الغطاء غزة في الشمال أو في الجنوب ما المعلومات التي تصلكم من الشمال؟ هناك بعض المستشفيات التي من المفترض أنها تقدم للحد الأدنى من الخدمات كانت قادرة على ذلك مع أن الإعلام الفلسطيني كان يشير إلى توقف المستشفى الاندونيسي عن تقديم كل الخدمات بعد نفاذ الوقود ولكن ما معلوماتكم حول ما يرجي في الشمال في القطاع الصحي؟ يعني من المؤكد أن العديد من هذه المرافق الصحية خرجت عن الخدمة منذ أسابيع نحن شاهدنا هذا الأمر بعيننا وشاهدنا أيضا بعيننا في بعض المستشفيات في شمال قطاع غزة يجرون العمليات الجراحية لأكثر من المريض في نفس الغرفة نظرا للتطفق الهائل للجرحة وقل لك وشح المستلزمات الطبية يعني هناك صعوبة في إيصال أيضا المستلزمات الطبية لهذه المستشفيات يعني كما ذكرت سابقا تعرضنا لإطلاق النار في أثناء محاولة الوصول تمكننا من إيصال أربع شاحنات أي نعم ولكنها نقطة في بحر يعني ممتد من هذه الاحتياجات التي تطال كافة المستشفيات وتحتاجها المستشفيات في قطاع غزة نعم من غزة إذن كنت معنا هشام هانا المتحدث الرسمي للرجل الدولية للصريب الأحمر شكرا لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة